وكان سعادة الدكتور عبداللطيف براشد الزياني وزير الخارجية ومعالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الأشمية الشقيقة قد عقدا في عمان اليوم مؤتمرا صحفيا وذلك بمناسبة زيارة سعادة وزير الخارجية إلى الأردن وقد أشاد سعادة وزير الخارجية بما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقات نخوية تاريخية وثيقة ومتميزة في ظل الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حفظه الله وأشار إلى أنه تم تدارس عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها القضية الفلسطينية والحرب في اليمن والملف النووي الإيراني والحرب في إكرانيا والأمن الغذائي العالمي وأزمة الطاقة وغيرها من القضايا المهمة التي باتت محل قلق دولي من جانبه رحب معالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المقتربين الأردني بزيارة سعادة وزير الخارجية موقدا على همية اهتمام عاهلي البلدين الشقيقين بتوطيد العلاقات التاريخية التي تربط الجانبين مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل كيفية دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين نحو أفاق أرحب حتى نعكس عمق العلاقات الأخوية والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مع تأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط لقد عقدنا وأخي معالي الوزير اليوم جلسة انباحثات بناءة ومثمرة تناولت مسار علاقات التعاون المشترك وسبل توسيع آفاقه إلى مستويات أشمل بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين اليوم تدارسنا سبل تعزيز التعاون الثنائي والفرص المتاحة لتنمية وتطوير التعاون في العديد من المجالات في إطار ما يربط بين البلدين من اتفاقات ومذكرات تفاهم تشمل مختلف المجالات الحيوية وبما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين أما على مستوى التعاون المشترك السياسي والدبلوماسي فقد بحثنا تطورات الأوضاع والتحديات والأزمات التي تواجه دول المنطقة وتهدد أمنها واستقرارها ونمائها وأكدنا على همية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لدعم كافة الجهود والمساعي الهادفة إلى التوصل إلى حلول سياسية ترسخ السلم والاستقرار والازدهار لصالح جميع دول وشعوب المنطقة واستعرضنا مخرجات قمة جدة للأمن والتنمية التي شارك فيها أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية وأكدنا على ضرورة متابعة التنسيق الثنائي لتنفيذ تلك المخرجات اليوم تحدثنا بشكل مفصل في البعد الثنائي واتفقنا على العمل باتجاه مأسسة عملية المشاورات بين الوزارتين والتحضير لاجتماعات عملانية قطاعية بين البلدين بحيث نمضي بمساحات تعاون واضحة سواء في المجال التعليمي الاستثماري الاقتصادي السياحي إلى غيره من المجالات التي نتفق مع علي هو أنا على أن هناك فرص كثيرة فيها إذا ما مضينا باتجاه تحقيقها بخطوات عملية واضحة وأيضا اليوم كان فرصة لبحث التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والتحديات المشتركة ونحن متفقان على ضرورة العمل من أجل تفعيل العمل العربي المشترك بما يساعدنا على التعامل مع عديد التحديات التي تعصف بالمنطقة وتقدمت القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية الأولى المحادثات التي أجريناها في الشأن الإقليمي ونحن نؤكد معا على أن السلام العادل والشامل الذي نريده لن يتأتى إلا من خلال تلبية جميع الحقوق المشروع للشامل الفلسطيني الشقيق وفي مقدمها حقه في الحرية والاستقلال على تراب الوطني على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة وفي مقدمها مبادرة السلام العربي ترجمة نانسي قنقر